تأكيدا على استمرار الحراك الشعبي المطالب بالحقوق واستذكارا لتظاهرات الخامس من تشرين الأول انطلقت من ساحة الأحرار وسط كربلاء تظاهر حاشدة بمشاركة المئات من أبناء المدينة هذا اليوم العظيم لكي نستذكر أرواح شهداءنا الأبرار رحمهم الله أرواح الشهداء اللي صقطوا من أجل الوطن أرواح الشهداء اللي صقطوا في ساحات الاحتجاجات من أجل عادة هذا الوطن إلى وضع الطبيعي وإلا هم ما كانوا ينافسون السياسي إلا على وزارة ولا على منصب ألف رحمة على والديهم الشباب الحلوة صقطوا بجيبهم ألف دينار واللي بجيبه خمسمائة دينار كانوا شباب من أرواح الشباب خرجنا هذه السنوية الثانية من ثورة التشرين العظيمة هذه الثورة التي عبرت عن مشاعر الشعب وأنه شعب حر لا يهان حيث قام بعض السياسيون الفسد للأسف بالتبجح علنا بأنهم يسرقون هذا الشعب وأن هذا الشعب لا يقوم له قائمة وأنه شعب لا يهتم إلى أموره وقضيته وسيادته لذلك خرج الشعب من معاناة هذه الطبقة السياسية الحاكمة خرج جمهور محافظة كربلا من ضمن فعاليات هذا اليوم إصرار وتأكيد على استمرارية الثورة التشرين العظيمة ورفع مطالبه التي استشهد من أجلها أبناء هذه ساحة الأحرار ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصور شهداء الاحتجاجات ونعوش رمزية لهم مرددين هتافات منددة بالمحاصصة وفساد الأحزاب التي حكمت البلاد وفشلت بذلك مؤكدين في ذات الوقت على مطالبهم التي خرجوا من أجلها والتي تركزت على محاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وإصلاح المسار السياسي بالبلاد هذه الثورة لنا هناك مطالب وتعتبر هذه الثورة هي ثورة عظيمة بالنسبة للشعب العراقي أفضل ثورة التي مرت على ثورات من تاريخ العراق ولحد الآن هي الثورة التشرين باعتبارها أعطت دماء كثيرة بالنسبة للأحزاب الفاسدة التي خسرت بالانتخابات هذه أحزاب جاءت من أجل كراسي جاءت من أجل خدمة دول جوار للقضاء على الشعب العراقي وإن شاء الله خلال مرور السمن ستندهي كل الأحزاب الفاسدة بعون الله نطمح من المستقلين بمحاسبة القتلة وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين والقضاء على المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة وطنية معروفة بنزهاتها وكفاءتها وانتماءها للوطن في الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين يؤكد أبناء كربلا استمرارهم بالمطالبة بالحقوق المشروعة التي خرجوا من أجلها على أمل أن تتحقق جميعها والتي تتصدرها محاسبة قتلة المتظاهرين ودولة مدنية قادرة على النهوض بالبلاد إلى بر الأمان من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية